قضية حجر احنا قلنا في قضية في المحاكم ولم نقل حجر ولم تصدر بنا أبدا مع أن ملع خاصة وأنا وأبناتي كل حاجة مكتوبة بأسمينة يا أستاذ عمر المال هذا الرجل وأنا قلته على الهواء عند الدكتور عمر الليسي وخدم قضايا مجتمعية كبيرة من خلال فن ما ينفعش يبقى الآخر نقفل القوص بالطريقة دي معاه لا يمكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكملين مع حضراتكم في تقطية أخبار لوسط الفني وخصوصا في الـ 24 ساعة اللي فاته كان فيه أخبار كتيرة منتشرة على السوشيال ميديا فكان لازم نطلع ونتكلم مع حضراتكم فيها ونوضح كافة الأمور هنتكلم مع حضراتكم في حلقة النهاردة عن المناظرة اللي عملتها بنت الفنان رشون توفيق على قناة MBC مصر مبارح مع الإعلامي عمر أديب بس لفت نظري حاجة في الموضوع ده جماعة اللي الخلاف ده كله والقضيري كلها والراجل عايش خيلوا بقى لو كان الفنان رشون توفيق انتقل إلى رحمة الله كان إيه اللي هيحصل مش بس كده هتكلم مع حضراتكم في حلقة النهاردة عن ردود الأفعال المتباينة للوسط الفني على أزمة الفنان رشون توفيق طب إيه كيف بقى رفض دعوة وقفة محمد رمضان عن نقاط المعنى التمثيلية وإيه هو الربض من الفنان أحمد العادي على ظهور الفنانة ياسمين عبد العزيز مع الإعلامية مونة شازلي كل التفاصيل دي هنتكلم فيها في حلقة النهاردة استنوني بعد الفاصل لو أنت أول مرة بشوفونا تعملوا اشترك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس وتشوفوا يلا بينا نسألها للنبي على أفضل الصلاة والسلام ويلا بينا نبدأ الكلام أول خبر عتكلم مع حضراتكم فيه في حلقة النهاردة هو عن الفنان رشون توفيق أكيد حضراتكم عارفين الأزمة اللي حصلت بسبب التصريحات اللي قالها الفنان رشون توفيق مع الإعلام عمر الليزي وكنا تكلمنا في الموضوع ده في حلقة إمبارح لكن معداش 24 ساعة إلا فجئنا اللي حفيدي الفنان رشون توفيق طالع مع جاربت الوطن وبيعمل تصريحات صحفية وبيقول للقضية اللي رفعنا على رشون توفيق هيها مش قضية حجر وقضية تانية وفيما معناها بيكذب رشون توفيق طب الحقيقة فين طلعب بنت الفنان رشون توفيق في مداخلة هاتفية مع الإعلام عمره دي ووضحت كافة التفاصيل بخصوص الموضوع ده وبسطة كده الراجل قبل ما ينتقل إلى رحمة الله وقبل ما يتوفى زي وزي كتير من الناس قرر له يوزع فلوسه على أبناءه بالتساوي ويده مثلا لده قال له خد الشقة دي وانت خد العربية دي وانت خد الفلوس دي وكلام من هذا القبيل لحد هنا والأمور ماشي لكن اللي مش ماشي بقى هو اللي هتكلم مع حضراتكو في دلوقتي بعد ما وزع الكلام دي على أبناءه بالتساوي في بعض الأبناء معجبهمش الوضع وبدأ يقولونه للفنان رشوان توفيق بعد وفاة والدتهم كانت عاملة له توكيل عام وكان في ممتلكات لوالدتهم وهو أخذ الممتلكات دي ومدلهمش حاجة السؤال هنا بقى تحديدا هل زوجة رشوان توفيق هات بتشتغل؟ لا زوجة رشوان توفيق ما كانتش بتشتغل رشوان توفيق هو اللي كان بيشتغل وكان بيديها الفلوس وكان بيكتب الممتلكات باسمها فأصبح اللي الفلوس هي فلوس رشوان توفيق مش فلوس والدتهم الراجل جيب ببساطة كده ووزع بالتراضي بينه وبين أبناءه على مرق عينه نوم احنا بقى بموت الراجل بالحياة ونرفع قضايا عليه ونقول عايزين نلغي التوكيل ده اللي بينه وبين زوجته الله يرحمه مش بس كده بيرفع قضايا عشان ياخدوا حقوقهم الشرعية دي وجهت نظرهم اللي دي حقوقهم الشرعية واللي ده مراس ويطلعوا وكدبوا الراجل على مواقع التواصل الاجتماعي ويقولوا اللي دي مش قضية حجر دي قضية بيطلبوا بحقوقهم علشان نكون منصفين يا جماعة الفنان رشوان توفيق ما قالش اللي دي قضية حجر لكن الحضرات كل انتو بتعملوه ده اسموا ايه عايزين تورسوا الراجل بالحياة يبقى ده حجر ولا مش حجر رفعين قضية عشان تاخدوا فلوسه وهو عايش ده اسموا ايه ما دي قضية حجر هي لازم المسمى القانوني بتاعها طبعا الفنان رشوان توفيق لما طلعها مع الاعلام عمر الليسي اثر في الناس كتير في الوسط الفني وخارج الوسط الفني وعلى السوشيال ميديا وكل الناس متعطفة مع الفنان رشوان توفيق وبدأت رسائل دعمة من كل الفنانين تروح للفنان رشوان توفيق وبعض المحامين بدأوا يتطوعوا للدفاع عن الفنان رشوان توفيق ده ملخص للحصة في الـ 24 ساعة اللي فاتوا بس وجهة نظري اللي بيعمله اولاد رشوان توفيق ده غلط والمفروض اللي هم يراجعوا نفسهم في الاول وفي الاخر هو ابوكو وحتى لو هو اخطأ مع انه ما اخطأش اللي هو طلع في برنامج تلفزيوني وتكلم فانتوا اولاده مش من حقكم لانتوا تطلعوا على العام وتبدأوا تبهدلوا فيه في اخر ايام ليجي التاني خبر معنا في حلقة النهاردة هو عن الفنان احمد العواضي زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز طبعا بعد نشر برومو حلقة الفنانة ياسمين عبدالعزيز مع الاعلامية مونة الشازلي برومو ده عامل ضج على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر كل محركات البحث لان ده اول لقاء تلفزيوني تعمله الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد الوعكة الصحية اللي كانت اتعرضت لها وكان فيه مقتطفات من البرومو ده كانت ياسمين عبدالعزيز في حالة انهيار تام لكن اثناء البرومو كان بنتكلم ياسمين عبدالعزيز عن زوجها احمد العودي واللي هو كان جنبها واللي هو كان بيبكي واللي هو كان متأثر جدا بمرض ياسمين عبدالعزيز وانا مش هتكلم في التفاصيل دي هنتكلم فيها ان شاء الله بعد الحلقة يوم الخميس او الجمعة وانوضح كافة التفاصيل لان فيه سؤال مهم جدا لازم نجاوب عليه هل اللي اخطأ في حق ياسمين عبدالعزيز او الدكتور اللي عمل خطأ طبي هيتحاسب ولا مش هيتحاسب انا مستني الرد ده في الحلقة وهطلع اتكلم مع حضراتكو فيه بعد الحلقة ان شاء الله لكن امبرح الفنان احمد العودي كتب على حسابه الرسمي على موقع فيسبوك الترند رقم واحد في مصر وفي الوطن العربي ياسمين متصدراء وكان مبسوط جدا بنجاح البرومو بتاع ياسمين عبدالعزيز ودي كانت رسالة دعم من الفنان احمد العودي للفنانة ياسمين عبدالعزيز والجدير بالذكر برضو جماعة للفنانة احمد العودي كان طلع قبل كده وقال اللي هو مش هيسيه بحق الفنانة ياسمين عبدالعزيز بخصوص الخطأ الطب اللي حصل لان كان فيه خطأ طبي واكيد حضراتكو عارفين تفاصيل المكالمة اللي كانت بين احمد العودي والدكتور وياسمين عبدالعزيز بعد ما خرجت من غرفة العملية هنتكلم في كل التفاصيل دي بس لما نشوف رد الفنانة ياسمين عبدالعزيز قالت ايه بخصوص الموضوع ده نيجي لاخر خبر معنا في حلقة النهاردة وهو عن واقف الفنان محمد رمضان من نقابة المهنة التمثيلية ايه تفاصيل الموضوع ده ببساطة جماعة عشان الناس تمايز بين القضية دي اللي ترفعت وترفضت الدعوة فيها وبين واقف محمد رمضان من نقابة المهنة الموسيقية في محامي رفع قضية على الدكتور اشرف زاكي بيطلبه بشطبة محمد رمضان من سجلات نقابة المهنة التمثيلية والدعوة دي ترفعت فين تحديدها يا جماعة ترفعت في القضايا الاداري لان هو المختص بنظر الدعاوي اللي من نعضي لحد هنا والامور ماشي لكن اللي مش ماشي بقى اللي الناس تلعت على مواقع التواصل الاجتماعي وبدأت تربط بين الدعوة القضايا دي ورفض شطبة محمد رمضان من نقابة المهنة التمثيلية ووقف محمد رمضان عن الغنى يا جماعة ببساطة كده ده موضوع وده موضوع تقني يعني ما ينفعش اللي احنا نعمل لغط بين الاتنين ونقول محمد رمضان مش هيتوقف عن الغنى بقرار محكمة لا جماعة الموضوع بعيدا كل البعد عن قرار الوقف من مهنة الموسيقية والفنان هاني شاكر بالسؤال هنا تحديدا محمد رمضان هيتوقف عن الغنى ولا مش هيتوقف هاني شاكر لما طلع وطلع على البيان بتاعه ده وقال له هيتوقف قال اللي احنا هننتظر نتيجة التحقيق بتاعة الدكتور اشرف زكي اللي هيعملوه معاه فين في نقابة المهنة التمثيلية طب نقابة المهنة التمثيلية هتم التحقيق مع محمد رمضان عشان هو بيغني ولا عشان هو بيظهر بمظهر غير لائق ولا عشان هو ايه بالزبط طب لحد دلوقتي ما تحددش ليه معاد لمعاد التحقيق ده ولا هو شوق اعلامي وحصل وخلاص حسنى مروس لما نقابت المهنة الموسيقية قالت له هيتحقق معاه حددت معاد وراح هتحقق مع الفنان حسنى مروس وخد الجزء المناسب للموضوع بتاعه ولكن محمد رمضان طلعت تصريحات اعلامية لكن على الارض الواقع مشوفناش الكلام ده محمد رمضان ما زال في امريكا وبيعمل حفلات هناك هنستنى لما يرجع مصر ونشوف هيتحقق معاه ولا مش هيتحقق معاه هتوقع عليه جهزة ولا مش هتوقع عليه جهزة وهطلع شارك الموضوع ده اكيد مع حضرككم وده كان اخر خبر معنا في حلقة النهاردة وبشكر كل الناس اللي وصلت معايا في مقطع الفيديو لحد ديها دي وبطلب من حضرككم تشاركوني برأيكو في الكومنتات ارأي حضرككم في رد حفيد رشونتا وفيق عليه على مواقع التواصل الاجتماعي هل محمد رمضان هيتوقف فعلا ولا ده مجرد كلام ياريت حضرككم تشاركوني برأيكو في الكومنتات وهقرأ كل الكومنتات وهارد على حضرككم والحد هنا خلصت حلقتنا ياريت لو محتوى بتاعنا عجبكو ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناة واتفعلو زر الجرس عشان يوصلكو كل جديد كان معاكم اسلام ناجي مستر ترند يلا سلام والسلام مش ختام اشتركوا في القناة